السؤال 105 من الأسئلة الجديدة في كتاب الامتحان على الدينامو أربع مولدات كهربية X و Y و Z و K ملفاتها لها نفس عدد اللفات يبقى ال N واحدة وتتأثر بمجال متماثل يبقى أنت عندك ال N وال B واحدة تمام والشكل بيان المقابل يمثل علاقة بين القوة الدفعة الكهربية ال IMF المتولدة في ملف كل منهما خلال نصف دورة لكل ملف والزمن فعايز العلاقة بين مساحة وجه هذه الملفات تمام طيب إحنا عندنا ال IMF الماكس مختلفة للكل تعالوا كده نيجي على الرسم البياني نستخدم أرقام هنيجي على المربع ده وهنخليه مثلا واحد والمربع الثاني ده مثلا هنخليه اتنين والمربع الثالث ده تلاتة والمربع ده أربعة مثلا تمام وهنيجي هنا على كل مربع برضه نعتبر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ماشي احنا عندنا ال IMF الماكس دي مختلفة ماشي بس بس ساوي ابن تو باي اف انت بتسألني على المساحة وال IMF الماكس مختلفة بس البي والن وحدة والتردد مختلف عشان الزمن الدوري مختلف طيب شيل السوابت شيل السوابت وتبقى المساحة هنا المساحة بتتناسب مع مين مع البعيد عن قريب مع ال IMF ماكس على ال F طيب تعالى جدا نجيب المساحة للشكل X هنعوض عن IMF ماكس لي اللي هي بواحد على التردد التردد اللي هو يعني عندك الزمن الدوري نص الزمن الدوري باتنين يبقى الزمن الدوري كله اربعة يبقى التردد بربعة يبقى ربعة يعني ده AX هتبقى اربعة هدي كده جبنا AX تعالى نجيب المساحة في ال Y هتتناسب معه ال Y بقى ال IMF ماكس عندها باتنين والتردد عندك زمن النصف دوري الزمن النصف دوري اللي هو ثلاثة يبقى الزمن الدوري كله ستة يبقى التردد واحد على الستة واحد على الستة مقام المقام بسط هتبقى هنا اتناشر يبقى ادي AY باثناشر ماشي تعالى نجيب ال A عند الزد هنقول ال IMF ماكس اعنا بقول تناسب يعني ايه يعتبر التناسب ده زيت يساول ان انا هكارن يعني هعمل نسب بقى ال A Z ده عندك هنا ال IMF ماكس 3 نصف زمن الدوري 4 يبقى الزمن الدوري كله تمانية يبقى واحد على تمانية 3 في تمانية باربعة وعشرين ده بالنسبة المين ال A Z طيب بالنسبة ال A K هتبقى عندك ال IMF ماكس 4 على هنا خمسة يبقى الزمن الدوري كله عشر بواحد على عشرة يبقى انت عندك مثلا كامل 40 يبقى انت عندك هنا مساحة K أكبر من مساحة Z أكبر من مساحة Y أكبر من مساحة X هدور على ده في الاختيارات مساحة K أكبر من مساحة Z أكبر من مساحة Y أكبر من مساحة X. لابقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ديري. شكرا